لان لو تنفسية لابد ان هي تبقى خلصة ما بين نادي ونادي يعني لو قلنا زي مثلا في اوقات كنا بنجيب برسلونة بنلعبها بفرقة النادي الاهلي لكن لا مباراة الغد تختلف تماما مباراة الغد حيبقى فيه مشاركة من بعض اللاعبي الفرقة العربية من السعودية ومن البحرين ومن الامارات حيبقى فيه مشاركة من اندية زي المقصة موجودة معنا زي امبي زي موجودة من الزمالك من الاسماعيلي عملنا دعوة لكل العيبة دي وفيه الناس هتبقى موجودة لان الغرض من المباراة الغد هي مباراة خيرية يعني بهدف طبعا ان تبقى ضد الارهاب وفي نفس الوقت الدخل بتاعها يخصص للشهداء فطبعا مباراة خيرية بعيدة عن التنافس خالص لكن هي في سماتها طبعا ان كيان كبير زي النادي الاهلي هو اللي بينظم المباراة هو الفكرة هو اللي بينفزها اكيد دي طبعا بتبقى اضافة كبيرة جدا مباراة ما عوجود فريق باسم اتلتكو مادريد لكن مش هتبقى تنافسية ودلل على كده ان كل اللعيبة النادي الاهلي اللي شاركوا النهاردة مش حابقوا موجودين بكرة وهم يعني القوامل الاساس فهي مفاش تنافس خالص لكن هي مباراة خيرية اخيرا اكيد في رسالة انت حابب تقولها الجمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي انا تمالي بأكد ان الجماهير دي جماهير عظيمة وبأكد حبي وانتمائي للجماهير بشكل خاص ويمكن ده اللي انا تربط عليه وده اللي النادي الاهلي عودنا عليه ان الكيان كله لإسعاد جماهير النادي الاهلي ولازم الجماهير تتأكد ان انا بعمل اقصى ما املك اقصى ما املك في يعني مش عاوز اقول حاجات خاصة بي انا بضح بيها باشياء كتير جدا عشان خطر جماهير النادي الاهلي وعشان اسعى الجماهير النادي الاهلي وعشان انجح في عملي وعشان اقدر اسعى الجماهير النادي الاهلي فده انا تربط عليه والكيان هو اللي علمني كده وجماهير النادي الاهلي هي اللي خلتني بحارب وبقاتل وجاهد عشان أسعدهم لأن فيما جماهير عظيمة جماهير فعلا تستحق أن الواحد يعني يقاتل بكل ما يملك عشان يسعدهم ويكفينا فخر أننا بنتعمل جماهير زي جماهيرنا للأهل شكرا كابتا حسامة منك التوفيق دايما إن شاء الله شكرا بشكور يا جميل شكرا